الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن اسم الله الأعظم وليلة القدر من الأمور التي كثر حولها الاختلاف بين أهل العلم وذلك لأهميتهما ابتداء ولتباين الأحاديث النبوية الواردة فيهما ونبدأ ببيان الراجح منهما عندنا ثم ببيان الحكمة من هذا الاختلاف فالراجح كما بينت في كثير من الدروس في تفسير القرآن الكريم على هذه القناة وفي غيرها من الدروس الأخرى حول اسم الله الأعظم وذلك من استقراء أصح الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم هو ما جاء الله أعلم في حديث مريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به استجاب وصححه الألباني في أصل صفة الصلاة على شرط الشيخين وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وهو أرجح من حيث السند من جميع مواد في ذلك وكذلك قال الشوكاني في تحفة الذاكري وأما الراجح عنه في ليلة القدر فهو ما جاء في حديث واثلة ابن الأسقع الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان وأنزل الإنجيل بثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان حسنه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة وقد صحت أحاديث أخرى بغير ذلك وقد رجحت هذا الحديث على غيره والله أعلم لأني قد رأيت علامة ليلة القدر في أكثر من عام صبيحة يوم الخامس والعشرين من رمضان كما وصفها سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاء لها وقد صححه الألباني في صحيح الجامع والله تعالى أعلم وأما الحكمة من الاختلاف في ليلة القدر هو أن يجتهد المسلمون في إدراكها بقيام جميع ليالي شهر رمضان المبارك والحكمة من الاختلاف في اسم الله الأعظم هي الدعاء بجميع أسماء الله الحسنى كما قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته